السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما الحديث عن الفساد أصبح مألوفا بأحجامه المختلفة وأنواعه المتعددة لكن هذه المرة تكشف صفقة فيها شبهات ومخالفات بقيمة فوق سرقة القرن بأضعاف مضاعفة قيمتها أكثر من 22 مليار دولار والأدهى من ذلك أن العقد الذي وقع من جهة سكك الحديدية التابعة لوزارة النقل تم مع السارق وصاحب شبهات الفساد المعروف نور زهير وصدمة كان في الأجواء الحكومية المتخذة إجراءات الحكومية المتخذة حيال هذا الأمر الذي تمثله بتوبيخ فقط لوزارة النقل طبعا هذا الحديث على ذمة النائب ياسر الحسين ومن المعروف أن الأمور في العراق متداخلة ومتشابكة فاليوم يدور صراع بين الساسة ومفاوضات في الخفاء حول قانون الأحوال الشخصية الذي أخذ حيزا كبيرا من السجال والجدال بين مؤيد ورافض للتعديل حتى وصل الأمر إلى إشهار الكثير من النواب سلاح المقاطع رفضا لتمرير هذا التعديل يقابلها على الظرفة الأخرى قوانين لا تقل أهمية وجدل مثل العفو العاب وطيران المدني وقانون الخدمة والتقاعد الحشد وسط الحديث يخرج من داخل الغرف المظلمة عن السلة الواحدة فهل نشهد عودة لمربع غادرنا شدته وصعوبته من زمان؟ هذه المواضيع المختلفة سنناقشها في سياق حلقة عشريني هذا اليوم مع ضيفي داخل استوديو السيد ياسر حسيني نائب كتلة الأموال البرلماني رئيس كتلة الأموال؟ الأموال الأموال البرلماني وأنت تتعلم بس بالفلوس فقالنا أموال الأموال البرلماني راح أبيك سيدنا الله يحفظكم هيا ومرا نسمع بهما الأموال لا موجودة كتلة من البرلمان وكتلة ممثلة داخل الإطار التنسيقي نعم نعم أرفك نائب مستقل وانتهي الموضوع نائب مستقل وهي كل الكتلة كذلك ونعمل على إيجاد حقوق شعب هذه جديدة هذه الكتلة تحمل اسم الآمال وتحكي عن موضوع الفساد والأموال وداخل الإطار التنسيقي وتستهدف وزير وحكومة الإطار شون خلطة هذه العجيبة غريبة سيد بالله لدينا أدينا قسم نحن أعضاء مجلس النواب والحكومة أعضاء الحكومة برأسها وهرمها كلهم أدينا القسم ومنزمين أمام الباري عز وجل وأمام الشعب بهذا القسم خلص نشتغل نحن كل من يؤدي قسمها بطريقته وبعدكم من إطار التنسيقين؟ نعم لحظلنا بالإطار وقبل قرابة الشهر مجتمعين ويداولة الرئيس رئيس الوزراء باجتماعات يعني ما يخص التداول ومستمر الأمور طبيعي زاعت ما نشوفكم بالاجتماع والإطار؟ لا باجتماع الإطار نحن داخل الإطار ما نجتمع الرؤساء كتل نجتمع كرؤساء كتل ويعني الرؤساء كتل مغير ظن الإطار؟ نعم لماذا نحضر إليهم بالاجتماعات؟ لا نحضر إليهم موجودين لا كنت لتأمان ممتلة زي شيد هل سميلك هذا العقد اللي طلعت إلينا جديد يعني بالأيام الأخيرة بشارة ثلاثة أيام حضرتك موجود بالإعلام أتحدث عن هذا العقد اللي هو عبارة عن نلزمه إذن ما شاهدناه بالإعلام مثل ما نشاهده أمامنا حقيقة أشكرك أستاذ محمد وأشكر قناتكم وأشكر أستاذ المشاهدين لسعة صدرهم وباديا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حقيقة ما كتبت شيء من نفسي أنا مجرد أشكر بالقلم على ما كتبوا وأشكر ملاحظاتي وأطرحها على السلطة الرابعة حقيقة أنا أعتقد أنها بعد سلطة القضاء هي الوحيدة التي تشتغل ولذلك أملنا بالقضاء والسلطة الرابعة أما البقية حقيقة يعني بعدنا نعول على بعض أشلاء على كل حال هذا العقد ورد إلينا من غيارة وزارة النقل ومطلعين ومثل ما أجانا أجانا هو مصدق ومختوم ومصدق وزاري على حسب الأصول أصل العقد كل حيثيات هذا العقد أن يكون تجهيز آليات وإنشاء خط سكك حديد بطول 400 كيلو متر من كربلا إلى عرعر وهذه بعدها لسه ما متفقين نحن من الجانب السعودي وجميمة 200 كيلو ليش نروح ب400 كيلو وترتبطهم بالسك الحديد وأقرب منك على الجانب السعودي وإذا أريد نسوي ربط سككي فش مسويين بميناء الفاو هذا التخبط بالأداء يعني على كل حال أسئلة شي من الداخل بشي أنا أريد أن أسوي ربط سككي مع الدول الجوار وبالمقابل أنا عندي طريق تنمي وعندي ميناء فاو طريق تنمي وميناء فاو ميناء فاو دافع علي كذا مليار دولار وبعدني لسه ما مبلش بعدها ما مشتغل وما مشتغل ليش لأن الحمد لله والشكر كما وردني من المصدر أن العقد ما بين الموانع العراقية وموانع أبو ظبي وقع ما بين الموانع العراقية والموانع التي مشغلة من قبل إسرائيل وقع هذا العقد هنيئا لهذه الحكومة منجزاتها عجيبة سيدة نحن نجد كل كلمة تحكيها حضرتك بس هذا نحن نخذ بتفاصيل هذا العقد بس كميلي هاي الفكرة ما الموانع بس هل تحكيها هم ما أجاوزها موانع إسرائيل وموقع هل ستكون اتفاقية على أساس يتم إدارة الميناء الفاو من قبل شركة أبو ظبي شركة أبو ظبي هستتم توقيع هذا الموانع شركة أبو ظبي مدارة من قبل من هستتم توقيع موانع أبو ظبي هم دي أتوقع أنا اللي ورد لي أنه أتوقع هسه داء طالب وهو كتر إخفاء المعلومات من قبل المقابل وهنا اللجنة التحقيقية على الموانع يخفون عليه المعلومات فتجين تورد إلي بس اللي أعتمدها أوراق رسمية وأعتمدها أقدر أتحدث بها أما الأخرى لا أنا أدري بهم قبل وراء ما طلع نور زهير بالإعلام وقال بالفلا مات وراء يومين ثلاثة راحوا اجتمعوا يمه ودزوا على بأيام عطلة الزيارة دزوا على ست سبع موظفين هناك موجودين ومؤشر عندنا بالبايسز ويقدروا يطلعون أسماءهم وشو كترحوا وشو كتراجعوا من موظفين منه؟ موظفين من الموانع طلعوا وراحوا يكملون توقيع العقد والاتفاقية ما بين ميناء الفاو وما بين أبوظبي نور زهير شعليه؟ بالفلا مات صار الاتفاق بالفلا مات نور زهير والكاظمي وهيثم الجبوري والفرطوسي واثنين ثلاثة آخرين موجودين هذول يكونهم شخصيات سووا الاجتماع خاطر يذهبون بهذا العقد بهذا العاقد حتنا استوعب لا تربطني قليل حتنا استوعب سيد الله يخليك هس الكاظمي حكومة راحة نور زهير ملف فسادش كبرى كل العلاقين يعرفون به هيثم الجبوري علي أمر قبط نور زهير علي أمر قبط قاعدين في فيلا وحدة ويقعون انتفاقية على ميناء الفاو اللي بحكمة السيد السوداني نعم يعلموا تعرفون أطراف الإعصابة هاشل نعم تعرفون أطراف الإعصابة والله أنا أتحدث بياك عن جد أتحدث بياك ويا الجمهور عمل باحل يحشون قالوا الكاظم يخلي كاميرات وأجهزة تنصت على السوداني قبل لا يروح وشالوهم بالشياس شنو ما جبنا أضبط معتهم جبنا تنصت على كل الحكومة على كل السياسية جبنا تنصت بس نجال هذا الموضوع بس خلينا في هذا الموضوع يعني تم توقيعها برعاية الكاظمي ونور زهير وهذا ما يجبون كما ورد وحضرتك تحمل مزئولية كما ورد نعم بالمناسبة الحكومة راضية هي موافقة ليش لي من راحة وزيارة الواشنطن اش قالوا قالوا نحن ماضين باتجاه توقيع هذا التزام التزامة الحكومة والمن حتش هو الاتفاق حتش مع بايدن زين بايدن شل علاقة بميناءنا مع هيناء أبو ظبي سيد بروح أهلك الاتفاق غير يصير ويوزير النقل لا مو شرط مو شرط من يقول لك أكو أكو لا لا مو شرط حبيبي لا موجود فرحان فرطوسي مدير عام الموانئ والتخويل يقدرون يصدرونه ويقدرون يخولونه بلاحقا انت لا تسأني عن قضايا الصياغة القانونية اذا تسأني عن الصياغة القانونية وما يتم ابرامة أسألك أقول لك هاي 22 مليار دولار شون صارت ها السميناء الفاو كله بخمسة ستة مليار دولار سرقة القرن 22 مليار دولار هاي 22 مليار دولار شون صارت بصيغة قانونية وبالزام أن يدفعون نفط ندفع نفط بضمانة سيادية مكان الأموال زين شون القطعات اللي أجهزها هي تكون الضمانة وما تريدين عندي خطاب ضمان وتكون القطعات اللي أجهزها من النفط اللي تبطينيها شون صارتها شوف العقد شون من الداخل يعني ما إلى فد وجه معين يا ريت إلى وجه خاطر واحد يدخل من وجه نقول هذا تشغيل مشترك ونعرف نظام إبرامة العقود الحكومية تعليمات تنفيذ العقود الحكومية نجي نقولهم هذا ونطابق عليه ونجيب من قاعدة لا هو عقد متداخل فيما بينه وللأسف أنا خاف يعني شوش يوم أمس ومنهم من غرد ومنهم من صرح ومن مبوقين المستشارين عليهم السلام اللي أنا حقيقة ما مستعد أن ألفظ أسماءهم لأنني حقيقة عاجزين عن الوصف بعض المستشارين حتى ما ينفع ما يصطح يكون يدير لستوته مستشار الحكومة مستشار الحكومة نعم خليجيني مستشار الحكومة يقعد قبالي ويقول لي هذا العقد كيف أبرم وشون هيئوه وشون رتبوه هو مستشار شاعد يا سيد الوزير الوزير يقعد قد يوم أمس يوم أمس صارت فتحملة وله هذا العقد مو صحيح وهذا العقد وشيح عنه ليش ما تقولونها بالصحيح ليش مكتب رئيس وزراء يقول للوزار التزمي بالقوانين التزمي هذا حد مصاح الخيلك التزمي بالقوانين يا وزارة النقل دير بالك على القوانين شون يدير بالك على القوانين شون يدير بالك حل وزارة وأهذبهم بالسجن لحد ما أطلع أطلع الحياة من الزاغور شنو التزمي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام بالقوانين والضوابط هاي أقصى حد التوبيخ اللي وصل ذكرتها قبل شوية جنابك أقصى التزام بالقوانين هم هم التزموا بالقوانين وعدوا لشرط بالشرط جزائي خليس معها من في آذان صمموا هذا العقد شي يقول المواد القانونية ما بين الطرفين شي يقول لا يحقوا لأحد الطرفين العقد أو لا يحقوا لأحد الطرفين فسخ هذا العقد بدون سبب أو عذر مشروع شنو السبب لعذر مشروع الحكومة ما راضية ما تأكل ليش شون عقدتني وفي حال فسخه من قبل أحد الطرفين يتحمل كافة التبعات المالية والقانونية التي تصيب الطرف الآخر يعني أنه يأخذ كل يعني 22 مليار دينار ادفعوا يا العراقيين ونصف دينار لو دولار دولار مليار دولار ادفعوا يا العراقيين ادفعوا انتم وذراريكم وأحفادكم 22 مليار دولار ندفع الخاطر والله شنوه تمرر حكومة جيدة وعدنا حكومة لابد ان نسكت عن عن موبقاته والله ما عرف سيد نبقى حين هيش موعدنا لا سكك حديد لمن لمن هذه يا سكك حديد الله يخلي سيد محمد الله يخلي قبل كميون شاء زيارة الاربعين شفت الصار بالعالم لو كو سكك حديد برأسها خير لو كو اختارات سريعة كان الناس مضمت بهاي بهاي تشولة وهي الزحامات وهي الشوارع ما قعدت سيارة تنقلهم رجعا رجعا لا تستفزني رجعا لأن القضية لأن القضية قضية سيد محمد سيد محمد القضية أكثر من حدها طريق تنمية صار لمن بداية هاي الحكومة إلى اليوم اتروج له واعلام ومستشارين ومكتب استشاري ومعرف ايش واجيب ذاك الايطالي ورجع ذاك المدرش شنو الاماراتي واجيب على شقد 17 مليار دولار شنو الطريق شنو الطريق توي بري مات شاحنات وقطع 6 سايدات 6 سايدات كل طريق يعني 12 سايد موهيش الولاء بجسوره بمجسراته بتعارضاته يبدأ من الفاو إلى زاخو موهيش مع خطين سكك ذهاب وإياب كهربائي فرق الكهربائي عن الحديدي عن الحديدي بهذا العقد حديدي خاف البارحة متحدث باسم الوزارة قاد كهربائي كاتبين لورقة وقراها انشاء اقراها وقوم اقراها وقوم وهذا عقد هذا عقدكم هذا توقيعكم عقدكم ومصادقة الوزير معالي الوزير معالي الوزير الجهة السياسية اللي وراه ما شافت هذا العقد ما قلت لش جايس سوي سعف جايس سياسية رئيس وزراوين نفس الحال هاي كلها سؤال قبل حتى نخط التفاصيل سيدنا ستحضر عضو مجلس نواب عراقي يعني الأولى بك حضرتك تروح للقضاء سلم هذا الضائر للقضاء والعقد وانتهي الموضوع خلي أبين لك هذا العقد حتى لو فسخ سيكون أكو إلزام علينا مالي زين ندفع فلوس وانتهي الموضوع ندفع فلوس درهمين غصبا علينا هذا العقد وصال درهمين قصد وفق العقد مو قصد يعني زين أنا هسا أريد أقول لكم شغلة واحدة من يريد يقول لولي باتر عقبة خاف يطلع عنا واحد من النوابغ المتحدثين باسم الحكومة ويقول إحنا راح نضمن نضمن الجهات اللي اللي تكفلت بالمبلغ يعني العفو اللي تسببت بهذا العقد ونضمنهم أي خسارة الحق بينا باتر راح يطلع لكم واحد يقول لكم هذا الكلام أي خسارة تلحق بينا أزاء هذا العقد راح نحمل المسؤول نحمله ويضل بسجن ويضل بسجن خايس الحد ما هو ألزمك أنت ما ألزم الشسمة ألزمك أنت أنت ما ألزم الموظفين هذه وحدة وإذا ما ذهبت بهذا الاتجاه ليش ما ألزمت المتعاقد مدير قانونية الموانئ بشركة العبد أن يدفع 47 مليون دولار وهو المقصر مدير قانونية وقصرة المحكمة وضمنت المبلغ ودفعت الموانئ المبلغ كاملة مو من جيبة مو من جيبة راح أب عمان قاعد هسي العبيا ليلة ليش هاي هي إدارة هي هاي الإدارة اللي تشوفها أنت تقل لي لا تحجون يعني هو من الفساد الحكم من قبل الخضاء غيره تفحل من جيبة لا دفعناه نحن نحن برماكية فلوس عدنا هواية 3 مليار 3 تريليون و 175 مليار هذه واردات عندي فلوس هواية هدفع ليش لعاد هدفع واخذ اللي أخذه وادفع اللي أدفعه وهاي هسا بيش زي صير سيدنا إنترجاتش مدافع عن الحكومة ومطي الدم شن اللي خلاك تتغير وتنقلب على حكومة السيد السودان 180 درجة والله إجراءاتهم هاي وحدة والثانية قدمت لناسي لأهلي شبابي ومناطقنا الزراعية طلبت منعتهم يعني مشاريع لناسنا وطلبت منعتهم يقول لي فلوس ما عندي رئيس بزراء ما عندي فلوس هاي الجداول الموجودة تريدوها تريدوها ما تريدوها هاي غيرها ما أزيد ولا أنا تصوتوا عليه شون تصوتوا عليه شرطي عندك أشتغل خوة ما شرطي هني ممثل عن مئة ألف مواطن هذول الشباب يجون يقعدون يمي بالمكتب ويطالبون من عندي بعيش كريم منين أوفر لهم وانتهاءها فاتح أبواب هذا وستره وغطى عليهم ستره وغطى عليهم أريد أعرف من الستره وغطى على دولة من هو الحكومة اللي أنا صوتت عليها وظنيت بها الخير هي هذا اللي أنت تقول لي يقول لي واحد من الإعلاميين قال لي لي الشيطن هم لا والله هم شياطين من قاحهم مو أنا شيطن ولكن كانوا لابسين لباس الأدمية حقراد مكفول كل شخص يتم ذكره بهذه الحلقة وحضرتك تحمل هذه المسؤولية وداخل قوة صالت ثلاثة يام تتعشب بهذا الملف وظهر هناك بعض بنود ما اتطرقت لها أغم كل ساعة تلحشيت بها شنو البنود ما لحق ما لحق شنو بنود العقد اللي ما اتطرقت لها وما حشينا بها بلعض بلعض بعض قضايا التفصيلية خل أنطيها بأكثر من حلقة طرعت كيلو إلى عرعر كربلاء عرعر وصيانة واستكمال النواقص صيانة واستكمال النواقص للخط الشمالي الجنوب والجنوبي بطول ألف ومية ألف ومائة كيلو متر مع الخطوط الفرعية مع تجهيز وحدات متحركة الوحدات المتحركة الباحثة وهم علينا آلاف هي مية وخمسة قاطرة مية وخمسة قاطرة مزيد واربعمية خمسة واربعين عفوا خمسة واربعين سيئت قطارات سيارة القطارات 45 مسافرين و300 شاحنة حوضية سيارات حوضية بيكابات 100 آلية تخصصية صيانة وخطوط و20 سيارة حوادث حوادث مال هذا بقيمة 22 مليار دولار 494 مليون دولار خشعيني 22 مليار 494 مليون دولار أمريكي مع ائتلاف شركات المهى ودايو والنحالة المهى وما أدراك ما المهى عيون المهى هذه ودايو وما أدراك ومن وقع عقد دايو في أيام ناصر البندر الوزير الأسبق من الذي وقع نفس الجهر نور زهر سيقعد ووقعه وياهم قاعد ويا الوزير وابرموا العقد هاي اجتماعاتهم وصورهم موجود نور زهر اللي راح أبرموا وهو اللي طلع بالإعلام وقال ميناء الفاو مالتي أنا وعائلة أخرى منهم بيت شاية عحمد شاية زين النحالة منه النحالة عفل آني شوية النحالة منه النحالة احنا أبدعنا بكل شي هاي ساحة الاستباقية للنحالة منه دايم 35 سنة من منذ ولا منهم هم قروب القروب العصابة هم هاي العصابة اللي موجودة النحالة ودايو والمهى كل النور زهر نا لا جهات جهات اللي تقفوا نور زهر وحده وحده يفرمونه فرمده وحده نور زهر كفر جهات سياسية كفر نعم هذه وعرض آخر لساحة السباقية أخرى جهات سياسية جهات سياسية مشاركة بالحكومة مشاركة وغير مشاركة مشاركة وغير مشاركة مشاركة وغير مشاركة شيعية شيعية لا ما شفت سنة ولا شفت كورت شيعقح ولا شفت شيعقح لا شفت سنه لا شفت كورت مو أقول ما عدهم فساد لا عمي هو بس النقل مال النفط استثمار نبوب الكاركوك جيهان بمليار دولار حشيت بي مرة وحدة طلبتها من الوزارة وما جابونيها لكن بالجداول مال موازن عدنا نقل النفط مال مينار واحد تريليون ونص لمن اخذوا استثمار ما أنزه الآخرين ولكن أنا ملتفت على اتجاه واحد وعدي بعد على وزارة الصناعة قريبا إن شاء الله ملفاتها جاية على كل حال خلينا استدنا حضرتك عندي فاصل استدنا حضرتك وأيضا نساعد المشاهدين بالذهاب إلى فاصل حياكم الله من جديد أحبتنا المشاهدين بجد ثلاثة من حاقتها شوية لهذه الليلة وكان ترحب بضيفي النائب المستقل ياسر الحسيني راح أبيك مرة الثانية ياسر واليوم جلسة مجلس النواب اتخذت إجراء قانون بحق هذه الأوراق نعم الجلسة القانوني بالقنوات المتاحة إلي بعظمات السنوات الاستجواب والسؤال برلمانية وهذه الإجراءات جمع التواقع والحمد لله والشكر قرابة السبعين توقيع صارت عدي سبعين توقيع لاستجواب السيد الوزير الحالي ونسا ما عرف أن كان موجود بساني جالبة وإياه الاستجواب على كل حال نسا ما ممفد سبعين قرابة أكثر من سبعين توقيع من كل الجهات من كل الجهات وأني متأكد إذا دخل لقاعة البرلمان ما يطلع وزير نعم وخايك وتلت دارة الدولة اللي وراء وإذا وفق المعطيات ووفق المعطيات لا وفق المعطيات ما يصوتون له عدنا نواب اليوم عدهم القدرة أن يصوتون على وزير وفق المعطيات وفق المعطيات ما يقدرون نوابنا ما يقدرون يفوتون حظهم وبختهم هسه إشكم نائب متضرر يتغيب ما يحضر ما يعجب الكلام يطلع من الجلسة ولكن ما تعجب ولكن ما يقدرون يصمدون أمام هذه إن صح هذا الكلام العقد ما الحضرتك وكذا وهي شي وراح السيد الوزير لجلسة مجلس النواب العراقي ومقتلعه يعني النواب بدورة القانون وبالعصائب وباقي الكتن السياسية الشيعية داخل الإطار راح يصوتون على إقالة نائب ببدر يعني وين نائب ببدر يعني ببدر ها لا وفق المعطيات يصوتون ما يقدرون يعني إذا هذا الكلام كله وما يصوتون ليه إيش وقت يصوتون هاي خروقات كلها والتجاوزات ورهن الدولة بـ 22 مليار دولار الزامها بالدفع الزامها بالدفع ويتأمل مباشر عقب ويرجعون إلى جمهورهم وينتخبهم جمهورهم طبعا لسه من خلال حديث المتحدث باسم وزارة النقل ويا حضرتك برحبوا عبد الملقات على أنه هذا مشروع استثماري أتحمل الشركات وراح يتم يعني رهن هذا المشروع على مدى 37 سنة مو 37 سنة تشغيل 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 بعد الانتهاء بعد تمام المشروع مدة العمل مدة العمل خمس سنوات اي وتبدأ اش كاتبي وتبدأ من نهاية من نهاية آخر مرحلة للإنشاء يعني شوكت تبدأ تبدأ عدل 37 سنة بعد الخمس سنوات لا بعد ما أسلمكم مية بالمية أنا ما رح أسلمكم مية بالمية فهد عشر سنين يتأخر هاي شنو نعم فهد عشر سنين ماكو إلزام علي خمس سنوات أنا كملت لكم بس المية بالمية ما متردوها من عندي أنا كملت وشغلت شغلت هاي تشغيل هذا وترتيبات واللي يرتب هذا الترتيب ما يرتب بعد زين على شنو على أنه مد المدة وراء ال37 أنا بهاي الخمس سنوات مجهز لكم ذنني اللي تردوهن الحديد والصيانة والقطارات والمعرفة يشو هاي والسدقة الجديدة ايه هنالش كونوا ملزمين انتم ويايه ملزمين انت تطوني نفط 22 مليار ونص دولار تطوني نفط تسددوني هم خلال الخمس سنوات تسددوني على جيب خلو ما جيباني لأن هذا خطة تمويلية منين تمويلوني تمويلها من النفط انتم تروحون تجيبون بضمانة سيادية تروحون تجيبون موافقات النفط وتجيبون موافقات مدلسة الوزراء انتم شو الضمانة سيادية هذه ضمانة سيادية يعني يعني حتمية الدفع يعني ياخذ الضمانة السيادية اندوجوزر ياخذه فاهم بس für الناس حتى تفهم ناخذ الضمان السيادية يروح لأي بنك دولي أي بنك عالمي يروح يقلهم أنا عندي ضمانة سيادية قالوا ليش قيل قلهم مثلا مليار دولار قال نصر نصرف يا كاشماني ننطقى كاشماني ما عندنا مشكلة يعني الضمان السيادية معناها الكاش معناها فلوس بأي دولة بأي مكانة عده ضمان سياثي يعني عده فوز بأي دولة يروح أي مصرف عالم راح يستقطعوها من نفطنا وفق ضمانها راح يستقطعوها من نفطنا احنا شين بيع يستقطعون انت شعب العراقي يدري لا ما يدري لا حد يدري هالسئلة الموازنة سيد تتحمل هذا الرقم اسألوهم هم لا ورا تتحمل هذا الرقم العشرين بالمئة من موازنة احنا راح نطلع الحمد لله وشكر من هذه الحكومة طريق تنمية 17 مليا انبوب بصرة عقب سبعة ممكن ومانية وعشرين مليار هذا المرحلة الاولى ده هذا السبعة عيفين على الصفحة انا احكي عن العام مو هذا الدين يستقطع من النفط انا ده نحكي ده نطلع باتفاقية جايك وتصرفنا كذا تطلبناها كذا القرض المجلس الوزاري الاقتصاد اللي راحوا ذاك اليوم بألمانيا يسووا عقد بمليار دولار ورجعوا بأسبانيا يسووا بمليار بأرباح عشرة بالمئة أرباح عشرة بالمئة أرباح خمسة بالمئة بعد ينضافوا لخمسة أخرى صار عشرة بالمئة أرباح من ين يدفعهم من فلوس العراق على شنو من نفط العراق على شنو على مو تشتري معامل للقطاع الخاص ومن يضمن لي ان هذا المعامل بسعرها ما مضروبة في عشرة هذه الحالة كلها ديون على العراقيين كلها ديون وبالتالي هذا يمكن يثر على اقتصاد العراق بشكل عام لا ليش حتى على رواتب احنا عايشين بربيع 420 تريليون دينار موازنتنا مع العام والسنة 420 في منطقتك انت منطقتك حسيت بال420 تريليون منطقتك اشعرت بيهن اكو تغيير ايه انا شوف شوارع بغداد صارت تختلف سيد اشترك انا مجوز ميعجب شايل شايل سيفك عسودة بسايل شوف غير شي انا شوف ببغداد اكو جسور اكو حركة بناء اكو حركة اعمار قشوارات تختطعون اثنين مليار اثنين مليار ونص اثنين مليار ونص ولا سلقة القرن اثنين مليار ونص شانوا يشيلوهن برافعات شوكية و تريلات لبيت نور زهير بالاميرات يشيلوهن برافعات شوكية 420 تريليون موازنة سنتين بيش يشيلوهن يا شارع يا جسر تحكيني عنه انا ما استهدف حكومة انا استهدف معطيات تطيني المعطيات الموجودة انطيني اسعار اسعار المشاريع انطيني اسعار مشاريع اذا اجي وياك واروح ويفتحونا المجال اللي هم اسهبوا بمنع وصول اي عقود للنواة استآني كمتابع استآني كمواطن استلمتابعة واحد عنده معلومات المواطن سيد اللي يشوف البرنامج من نشوف ياسر الحسين يطالع بيومية بقناة تحشي عن هذا الموضوع يشوف مصطفى سندي يطلع حشي ينتقد الحكومة في هذا الموضوع معين يشوف بعض النواب الآخرين المستقلين يحشون هيتشي وأكو يعني رضع عام من باقي النواب الآخرين يخليني اشك بيكم يعني آسف للكلمة والله يعني يعني اليوم واحد واحد من أصدقائي المقربين قلت له هاسر حسيني وياه قلت هال بتطلع بفضائق قلت له هذو مبتز يعني آسف اعتدر من عندك والله ولكن شن شن يصير يعني ما أقوله قضية مهمة اي انا اول بداية ما عليت صوتي على الحكومة نهائيا بس شوكت ارتفع صوتي عليها بالفترة السابقة لا لا ليش ارتفع صوتي عليها ليش من موضوع الموانئ لا لا عفا أطيكي الأسباب اي انا رحت للموانئ طبيعي وتناقش لجنة علي قلتهم فيس تو فيس في رئيس الحكومة ولاحظت ان كل ما اتحدث مرة يخلون ايديهم مرة يخلون قطن مرة يخلون صبات مرة يلحموهم من اللحموا اذا هم ما يسمعون فد مرة هنا أنا قلت لا كافي كافي اتحدث ويا ناس موتى ما اتحدث ويا حكومة تنفيذية اترجى من عندها تصحيح المسير يعني انت اليوم ما عندك أمل بالحكومة الحالية ما عندك أمل بالسيد السوداني بإصلاح الوضع الحالي لو اطلعكم على بعض الأمور اطلعنا ما بش أمور سرية ما اريد احجي بها بالإعلام والله هذه عقود بارمتها وزارة النقل شركة العامة الموانئ والله موانئنا ما توقف بيها ولا باخرة دولية ليش ليش لأن هذه تتعلق ب أمنها وتتعلق ب أمور هذه ما اريد اعلنها ولكن هذه أبرموها يعني مثلا ميناء الفاو مؤمين نعم أصبحت وفق المعطيات هذه مؤمين لا أصبحت الأدي إلي والجهة السياسية هي الحاكمة وهي المسلح الوحيد اللي بالموانئ راح يجيبون شركة إماراتية تشغل ميناء أبوظبي وعندها خبرة بهذا الموضوع وعالمية مقصر هم غير بفاو هم قصر هم قصر ومشتغل هذه حاليا هم قصر وأما ميناء الفاو إذا بإدارة أبوظبي اسألوا وابحثوا عن إدارة موانئ أبوظبي سيدة السيد بإدارة الموانئ ببقية دول العالم شانت إدارة تسيطر على دولة تضطيها موانئها زين كيف إذا ننطل إسرائيل أن تخنقنا يمكن أسا شوية ليش شوية ماكو شوية إدارة موانئ لا 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 أرجع للأصول بس شوية صعب عمالإسرائيل يدير الموانئ لا 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 أبحث يمك ابحث من يدير موانئ أبوظبي من يدير موانئ أبوظبي اللي مسويها شركة أرباب التجارة الإسرائيلية هي اللي تدير وهي نفس الشركات تشتغلوا ونفسيتها هسا رح تجي تدير موانئنا 1919 وموانئ أبوظبي 2006 2006 إجابة شركة أرباب التجارة اللي لا يعرفون بهذا وقاموا يدير لهم هسا إحنا صرنا ما نعرف عجزة ونجيبهم هم يديروننا وراء 90 سنة خبرة ومن موانئنا ومن أكاديميتنا البحرية ومن المعهد النفط تخرجوا ومن عندنا قامات ومنهم علي عبدالله صالح وعمر قذافي وغيرها تخرجوا من عندنا من عندنا تخرجوا وصرنا هسا إحنا عجزة الأتمة ما نقدر نديرها لو باركات باركات تورد تريليونات على جهتهم السياسية تريليونات بنهاية العقد تريليونات وأنا مسؤول عن كلامي هذا الكلام من أشوف الحكومة وهاي شركة نفس هالإسرائيلية راح تجيب ويقل لي أنا أنتظرك باوعت على رئيس وزراء ويتحدث ويا عبر التلفزيون يقول لي أنتظرك لستة وعشرين خلي اللجنة النيابية شريس سوي خليس سوي بذاك الوقت أنا عرفت أيست وغسلت إيدي لا غسلت أنا ارتماسي نجنة الأمر مئة وستين مو هي يمكن نعم البرلمانية بس هاي الشركة سييد نفست هاي الشركة اللي دير ميناء أبوظبي راح تدير ميناء الإسرائيلية نعم نفسها نعم وهذا هاي شوي هنطيني من المقصر شوي أنا عشينا لا هذا آن حقيقة اعتزازا بالعراق والله ما أحكي به اعتزازا بلدي هذا حتى وأن يكون اللي ارتكب خائن وليسوى لها الدرجة صعب أيوه لا لا أمني أمني يعني اعتزازا ببلدي تمام اشطار على اللجنة الأمر 160 لازلنا نجمع بالوثائق فاتحنا كثير من الجهات ايه لا لا مو هواية ما عدنا لجنة أنهت أعمالها بمجلس النواب احنا اللجنة اللي ماسكين أخطر ملف وعقد ملف على اعتبار التعاقدات اللي بي إلها أول ما إلها تالي مزين وهك هاي بس بس ملاحق العقود جزء من ملاحق العقود جزء من ملاحق العقود اللي موجودة هذه وعلى ضوءها وقيس ذني لابد أن وياهن شنو يجيني ويا كل وحدة بيهن تجيني دراسة الجدوى والجدوى الفنية الجدوى اقتصادية وفنية ويقلول لي أسباب المضي والموافقات وشنو وين وصلوا بالمراحل التنفيذ ها السرقم الأخيرة وصلت بالموانئة 8 هو 8 تريليون لا احنا وفق التعاقدات لا والله وفق التعاقدات ونهاية المدة العقدية لا أكثر من 20 تريليون بهواية نعم والله هاي 22.5 مليار وضيشها 20 تريليون يعني ما يقارب 17 مليار هذا بسم قصر وميناء الفاو هم ماتين 6 مليار وخيرة وبركة راح تروح وماضين باتجاه المنصة البحرية القاعدة العسكرية البحرية هم ماتين مليار و800 مليون دولار هم راح ينطوها ما يقارب الـ 40 مليار دولار مو آني شو ماني أنا شو علي أنا دائع أنظم بيهم ألاتهم ترى إحنا ترى إحنا من الفين للـ 22 نحش بسرقة القرن اللي هي بالنسبة لهذه واحد بالمئة واحد بالعشرة مو؟ يعز علينا يعز علينا هل قد بيه العلاقة فلوس؟ لا هل قد بيه حرامية مو هل قد بيه فلوس هل قد بيه حرامية؟ هل قد بيه حرامية أقولتك؟ هل قد بيه حرامية؟ زي خلنا ننتقل لهذا الموضوع الآخر اللي فتحناه بالبداية الحلقة ووقفنا عنده موضوع التجسس التجسس أكدت الحقومة البارحة قالت ماكو أي شي جوحي وهذا الويات الثانية بيشتغلون لصالح نفسهم وماكو أي شي أكد على ارتباطهم بالحكومة هاي النقطة وموضوع التجسس ما موجود هو عبارة عن بوستات اثنين نشروها بصفحات فيسبوك وشم نائب دزلهم وانتهي الموضوع هاي تغريدة وبوست خلت تكفت قضية ليش كبرتوها؟ خلت تكفت قضية يعني ايه احنا بأيام حكومة السيد المالكي ايه لأسباب أمنية والأسباب كان تنظيم قاعدة وحوسة اذكر استورد مكتب رئيس بزراء ثلاث أجهزة لاستمكان اتصالات التنظيم القاعدة واستمكانها ومعرفتها وحركتها وهذه وكان استخدامها برعاية حكومية أمنية بحتة ثلاث أجهزة مالكي ثلاث أجهزة جهاز إلى جهاز المخابرات وجهاز إلى مكتب رئيس بزراء وجهاز إلى الأمن الوطني ثلاث أجهزة لأن الأجهزة يديرا المنظومة الأمنية يحافظا على المنظومة الأمنية أنا أقول إذا هاي التجسس اللي موجودة أو هذه مع وجود هذه الجهاز اش راح يسمون بالشعب العراقي شون يقولون يشتغلون لصالح نفسهم وهم داخل مكتب داخل مكتب محسن مكتب موظف موظف معاوني مدير عام معاوني مدير عام ماكو عدنا موظف آني آني موظف بالرئاسات من أيام حكومة دكتور رايد علاوي إلى حكومة دكتور حيدر العبادي وقدمت استقال وطلعت مزيل وما أعرف كل شاردة واردة ماكو موظف تايه اشتغلوا لنفسه شون موظف تايه اجدتي سيدة يوم من الأيام سئلت عن عن أحد الموظفين فتحنا وياه تحقيق ليش لأن كان أكو مؤشر على هذه السيدة بعدين تبين أنها تريد يعني كان عندها طلبات حقيقية هذا فالولد طلع معه هذا الحقيق احنا مراجع يجي يسأل لابد أن ناخذ معلوماته وموظف يدخل وياخذ أسرار ومستغل مكانته ومكانيات الدولة ومكانيات دائرته وراح تواصل وياه النوار أسأل لي أغراض سياسية حدا فعله حد أم وجهه يريد يشتهد من وحده شعلي رئيس وزراء شعلي مكتر رئيس وزراء ليش نحاول نكبر الموضوع ليش من يشتغل عندنا من يشتغل من يشتغل عندي ببيتي أنا أتحمل مسؤوليته الساعة شائريا عم يبطنه مو قانونيا قانونيا هو ملزم ما لاتم ثابت شي لا لا ثابت ما كم أنا ثابت ولكن أنا القضية وين ذهبت بها أنت بعدتني عن أصل الجواب خلي جوابك إياه إذا طالما قضية منظورة أمام القضاء أنا أتوقف عده ولكن أبطي أبطي قواعد بيها أبطي قواعد بيها قواعد يتحمل أنت المدير بإدارتك أنت مسؤول عن شاردها وواردها الحرس اللي بالباب اللي موجودين أنت مسؤول عنه وتصرفاته أنت مسؤول عن تصرفات هلسه ما مسؤول عن جرمة ولكن إذا أتخذ إجراء تعسف وهذه راح يقولون أنت مخول له أو لا كيف إذا هذا معاون مدير عام ويدير وأمور وينسب جتك رسالة جتني رسالة بوقت صورة هي صورة الرباعية مصطفى وعضاء الجنة المالية وشرفت يا أو لا كان سلت لي أنت كان مصطفى سند بصفي وقيت له أبو عمار هاي شنو الموضوع كان يقول هستوني وصلتني وخابرة الشرقية قالوا لا هذا الموضوع أنا حتى حقيقة ما اهتميت أبد ولا اهتمل هذه قضايا مو يمهن ولكن من صحيح أن يكون السول فتويا وضعوا عندنا بعض يومات ما أعرف إن كان مخابر ورد لأنه مخابر جماعة سند حجة سند حجة قالتنا مو خابر مسولف ما أعرف بالواتساب واتساب رسائل تليقرام ما أعرف يعني المهم هو وقعوا بهذا الأمر لكل شاطر كو زين بس أنت عندك شكوك أن أكو ارتباط حكومة لا مستحيل ما أكو ارتباط مستحيل ما أكو ارتباط لابد أنت مرتبط حكوميا وهذا يمثل حكومة وزين شون جبت أنت من دون الناس هو هذا بموافقة رئيس الوزراء أجل بالمكتب ما كان موظف بالمكتب طيب بسا أجل على كلام المستشار لرئيس الوزراء يوم أمس طلعوية ببرنامج تلفزيوني يتحدث على أنه يعني يقول لك موظف ونشاط وكان وضوض موجود من ضمن المتظاهرين ما تشريين وما عنده شيء بالعكس حي ونشاط وعنده أفكار سياسية ونشوف إن شاء الله نتائج التحقيق قريبا تمام وراح تكشف ملفات مو ملف واحد إن شاء الله تمام إزاك خلينا نستنى لك مرة ثانية سيد ياسر وإنسان المشاهدين بذهاب إلى أفاصل ثانية عليكم والله من جديد بالجزء الأخير من حلقة أشرين لهذه الليلة وإكرنا ترحيب بضيفي داخل الستوديو أنها بالمستقل ياسر الحسين أحبيك مرة ثانية سيد ياسر قالوا نحو الشخصين لم يسألوا مشكلة في مجلس النواب لأن جزء من التعطيل لم يسألون العقارات لا قاموا بأراضي التصويت أراضي يكون معترضين المتضربين يعني يرون بجمهورهم أنه راح يبخس حقه وبعض الآخر على اعتبار الشعب العراقي هذا راح عقود تفسخ وعقود تثبت وهذه فكان النقاش عقيم استمر لساعات طويلة وحتى الأساءل الكتل يعني صار بها ما وصلوا لي سباحة كانت ضجة ومقاطعة من قبل نائبات والنواب يعني عدم حضور الجلسة اليوم على متقانون أحوال الشخصية لا بأس به سيمكن يكون حجة قانون قانون الأحوال الشخصية ماضين بقراءته وراح نقرأ قراءة ثانية ونطلع على حيثياته اللي يعجبنا من عندنا نصوت عليه والما يعجبنا من صوت عليه أنت من ضمن المصوتين نعم من ضمن المصوتين والمؤيدين إلى زي القضية كالآتي ليش أصل القانون 108 باقي على حاله يعني القوة الليبرالية والعلمانية ويذهب روح الزوج له غال أنت ليش تدخل بقانوني قانون لعوائل إسلامية بس هو حتى فرحة بهذا الوقت وفي هذا الإسرار سيد في صراحة بيه ملاحظات هواية يعني لا نريد أن نخوض بتفاصيله هواية لأنني لا أعدي وقت نعم ونتم لا عندك وقت ولكن والله يطلع عند رقاء آخر أكو موضوع الموضوع الأول اتفاقية العراق وتركيا اتفاقية الأمنية شو بيكون قبيتوا عليها يعني ما قبينا عليها يعني أسأل يعني هذه ما أدري والله هي قريبة امي ايه الأ أسأل سيد وزير الدفاع والوفد المرافق إلى ويا هذه الحكومة المبجلة شبيه الاتفاقية كيف لكم أن ترفعوا هذه البنود من هذه الاتفاقية شيني البنود هسته الاتفاقية من ازلت للشارع الاتفاقية من ازلت ولكن هذا البندية الرفع من عدها وراح تجينا يعني موقعة رح نطلبها بشكل واضح وصريح من لجنة الأمن والدفاع تأكدت أنه رفع هذا البند؟ نعم تأكدت أنه هذا البند رفع؟ نعم أنه بند يمكن رفع؟ نعم بند من مادة وبندية ومادة ومادة كاملة شو يقول هذا البند رفع؟ أولا الغاية الغاية واحد واثنين رقم اثنين رفع رقم اثنين الاحترام المتبادل للسيادة وإنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية وإيقاف الخروقات بكافة أشكال اللي هو هذا الشرط العراقي إخراج القوات التركية من العراق وعدم التدخل بالأراضي العراقية هذا رفع هذا المنم سوي اتفاقية ترضى علي الجانب التركي ورفع المنم سوي اتفاقية بهذه الحالة هذا شعن دولة تركية؟ أنت قبل شوية تقولي لش يطن هاي الحكومة يولش القضايا القانونية يعني مادة تسعة أليف هذا حذفت هذا أحكي عن اللي حذف أليف بالنسبة للأعمال غير القانونية التي يرتكبها الأفراد العاملون في المركز المركز مركز التنسيق الأمني المشترك في العراق التركي سواء خارج أو داخل المركز بسبب أداء الواجب أو أثناء أداء الواجب أو خارج نطاق الواجب هاش عيني طالعي سيد يجب أن يتم فيها تطبيق الولاية القضائية لجمهورية العراق وحسب القوانين النافذة أكيد طبعا جريمة تتبع أرض الراقية هذا أليف نعم باء يتفق الطرفان على أعداد سياقات ومعايير عمل مركز التنسيق الأمني المشترك لتحديد المهام والواجبات تم حذف حذف أداني اللي يسوي لي مشكلة ويقتل المواطن راحت أصلا ما روح يم ولا أحد يشكو على يقال أننا حاسبة تقولوا لي على يقال أننا حاسبة ما حاسبة ما حاسبة ما حاسبة ولا عاتبة أشي لجناستي ومشي هسأل اتفاقيات ممكن تجي مجلس النواب العراقي راح الصوت ما وقت تجي بعد ما تتم توقيحها لا حتى وقعها وزير الدفاع والوفد المرافق إلى وقعها لكن ما راح تجي بهذه الحكومة راح تجي بالدورة النيابية اللاحقة ودورة النيابية يقول لك وقعوها سافقا نحن بس نصادق عليها كيف كون مثل ما هسأ مثل ما هسأ إحنا هسأ لتعرض علينا اتفاقيات صار لها عشر سنين متفقين عليها وهذه هسأ وماشي ومشتغلها ومشتغلها ورائحة ومتتهي وهذه وعود الصادقون لو مصادقون ما قلنا نافذة من تاريخ تصديقها المصادق عليها في البرلمان لا ما قلنا زين السؤال الخير وأختمه إياك شخبار بابل بعد التغيير اللي صار محافظة جديدة مؤدارة محلية جديدة بابل شخبار وما أدراك ما بابل والله بيها بابل والله نفس الشي ليش بابل ما زاد حنون في الإسلام خردلة أنا متابعين تقريبا الأخبار التي تصدر عن سيد المحافظة سيد عدمان فيحان يعني أكو حركة عمار بل بل من مقابل جزء من مخطط حكومة لحركة عمار نحن عندنا جداول جداول التنمية الغذائية ومشاريع جاهزة كانت للمحافظة السابق جهزناها كاملة على حسب الأصول ورجعنا 531 مليار دينار ورجعنا وضفنا لها الموازنة 23 ورجعنا وضفنا لها موازنة 24 فالمشاريع جاهزة والأموال جاهزة لكن التخصيصات لشركات الحمد لله والشكر اتضح الآن أن الشركات هذه مطلوبة في دولتها هذه الأردنية مطلوبة وذي تيم ما عرفه شي جايش وتجي بوقت حضور رئيس الوزراء إلى بابل هي تجيب الآليات وبعدنا بالاجتماع وهي رئيس الوزراء سحبة الآليات قلنا لي يا فن سحبا يا فن سحبا يا فن شن سوي هن لا يظل قاعد يم كماني تقول الله والله بالله قل لي لا تحتي لا تحتي تماما شكرا حضرتك أنت مستعجل وعندك لقاء آخر شكرا جزيلا لنا بالمستقل يا سر الحسيني شكرا جزيلا لحضرتك وإيضا شكرا موصولكم وحبتنا مشاهدة وحسن المتابعة فتسكي على خير إن شاء الله شكرا للمشاهدة